تسهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تغيير واقع حياة المواطنين للأفضل في إطار أهداف خطة التنمية المستدامة لتوفير حياة أفضل للمواطنين نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تغيير واقع الحياة لعشرة الألاف من المواطنين في قرية زرابي بمركز أبو تيج بأسيوت وحولتها بالفعل إلى أول قرية نموذجية بعد الانتهاء من تطويرها بالكامل تغيير ملموس في واقع وحياة المواطنين أسهمت فيه المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع الأكبر الذي تتبنىها الدولة في إطار أهداف خطة التنمية المستدامة لتوفير حياة أفضل للمواطن المبادرة الرئاسية نجحت في تغيير واقع الحياة لعشرات الألاف من المواطنين الذين يعيشون بقرية الزرابي بمركز أبو تيج وحولتها إلى أول قرية نموذجية بعد الانتهاء من تطويرها كاملة بمحافظة أسيوت قرية الزرابي بتضم أربع قرى فرعية قرية ديكران وقرية البلازة وقرية أبو خرص بالنسبة لمشروعات حياة كريمة في القرية مشروع الصرف الصحي ومشروع الغاز الطبيعي تغيير موارسية المياه من اسبوسيس إلى بلاستيك الصرف الصحي وبالنسبة لمشاريع ده هي أغلبها دخلت الخدمة زبطتنا الزرابي دخلتنا المجاري الكهرباء التليفونات الصرف الصحي نظفت الشوارع عملتنا مدارس تبطين للطرع والمصارف برضو تم برضو ما في فرج النت خط النت بالنسبة للبلد هنا بسيط جدا كان فيه فيه لما حد بيكون عنده نت الوقت الجميع عنده نت عشرة المشروعات التلموية الضخمة التي غطت مختلف القطاعات بالقرية شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطة المياه والصرف الصحي وتطوير شبكة الكهرباء والاتصالات والطرق وإنشاء وتطوير المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية وتوفير مركز خدمات حكومي وزراعي تلبي جميعها احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم بتكلفة ضخمة مركز أبو تيج حظية بنصيب كبير من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كافة المجالات من تطوير وإنشاء مستشفيات ونقاط إسعاف ومراكز خدمات وتبطين الترع وإحلال وتجديد عدد من المدارس مشروعات كثيرة وعديدة بس أهم حاجة فيها فيه مجمعات خدمية بتضم طبعا في عندنا أربع مجمعات على مستوى المركز يضب فيه واحدة التضامن والواحدة المحلية والسجل المدني ومكتب بريد وشهر عقاري يعني الخدمات زي ما نقول مجمع مصالح كامل وفيه واحدة زراعية ويمكننا احنا من المراكز والمدن اللي فيها المميزات ان احنا عندنا واحدة تجميع الألبان اللي هي موجودة في قرية النخية لديم وكلهم حوالي ثلاثة أو أربع على مستوى المحافظة بالكامل المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعادت الوكهة الجميل لقرى المركز العريق بمحافظة أسيوت في إطار اهتمام الدولة بتوفير الحياة اللائقة للمواطنين